لكل الناس وتقديرها للأهل الحياة كبير حتى على مختلف ميولهم يعني الكابتن طلعت يوسف نجم الاتحاد السكندري مدرب الاتحاد واحد من خبراء الكرة المهمين بعد مباراة الأهلي ووفاق السطيف كان له رأي في أسباب تفوق الأهلي حنشوف رأي الكابتن طلعت يوسف بعد مباراة الأهلي ووفاق السطيف وفوز الأهلي بالأربعة بيرجع ده لإيه بالزبط شفت إزاي مباراة الأمس أكيد الأهلي أدى بشكل متميز جدا أداءه كان الجماعية غالبة عليه لعب 4-2-3-1 مجبر في ظل عدم وجود السلعية إحنا بقلنا سنتين في قصة كده مستمرة هي أن الأهلي بيلعب بطولة أفريقيا بيوصل للفاينل لأن منافسي ضعفاء جدا والنحية الثانية لا يا جماعة لأن الأهلي هو أقوى هذه الفراق فبيوصل بدون مجهود عنيف ممكن نلخص ده في إيه؟ تحقيق البطولات على المستوى القاري شيء صعب لأن المشوار طويل وبيحتاج منك زخيرة كبيرة جدا جدا ولما بقول زخيرة فأنا ما بقعنيش اللاعبين فقط أنا بقعني زخيرة خاصة بالنادي ككل لا النادي الأهلي إدارة نمرة واحد جهاز ولعبة جماهير إعلام عنده قناعة بيه فمقومات تحقيق البطولة متوفرة جوى النادي الأهلي أكتر من أي نادي أفريقي آخر هو نالي محترف وسط هو تقدر تقول كده على المستوى القاري هو زي ما أنت قلت كده هو محترف يعني يا جماعة الحقيقة نغمت القوة والضعف اللي تظهر إلا عندما يكرر الأهلي نجحته وكابتن طلعت الحقيقة ربما بهدوءه قد استفزه هذا المنطق فرد بنفس الرصانة والهدوء اللي هو معتدين منه وقال له لا هو مش بس عناصر كورة مش بس فريق ده كل مقاومات التفوق لنادي محترف موجودة في النادي متوفرة في النادي الآلي يعني عايز نادي تتوفر له كل هذه السمات لما يتفوق نقعد نتكلم على مدى قوة المسابقة ولو كلام ده صحيح كان الأهلي ما ضعيش منه بطولة ده هو بيلجأوا أحيانا إلى عوامل خارجية لفرمالة الأهلي تعرف فكرتني بالفنان الكبير نبيل الحلفاوي لما الناس قاعدت تقول الفريق ضعيف والفرق ضعيفة اللي بتلعب الأهلي قال لهم يا جماعة فيه حقيقة انتم شعزين تاخدوا بالكم منه الأهلي هو اللي بيظهر الفريق الآخر ضعيف الأهلي قوته طول ما هي فيه أفضل حالة بيعمل حالة زي الخداع البصل والأقوياء اللي بيقولوك كلام ده اللي بيقولوك كلام ده بينتمو إلى أن ده بتدعي أنها الأقوى طيب ما أنتم فصوا الضعاف دول ما بتعملوش زي الأهلي يعني هذا كلام أصبح من حتى جماهير الأندية التي تردد هذا الكلام ما بقيتش تشرابه